اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكيد عم تسألوا حالكن هل طبيعي الاطفال يمارسوا العادة السرية؟ عادة بيلمسوا الاطفال الصغار اعضاءهم التنسلية لانه بيشعروا بالرضى من دون ما يكون فيه اي افكار او مشاعر جنسية وممكن نشوف اطفالنا هنه وعم يفرقوا الويسادة او المخدة او يلمسوا اعضاءهم التنسلية فهيدي منا ممارسة للعادة السرية بل هي طريقة بريئة كرمال هنه يكتشفوا جسمهم ويكتشفوا حالهم بمرحلة المراهقة كتير طبيعي يبلشوا المراهقون يشعروا برغبات جنسية بهذا العمر وكتير مهم كاهل الناقش هالموضع مع اطفالنا قبل ما تقسرهم الانترنت وتدمر الصورة الميثالية اللي خلقها الله لممارسة الجنس خلينا نحكي شوي شو بيصير اثناء ممارسة العادة السرية بتم اطلاق العديد من المواد الكيمائية العصبية المهمة مثل الاندورفين اللي بتفسر سبب شعور الجنس بالرضى الاندورفين كمان بتساعد على تخفيف الالام فهي بتشتغل مثل المورفين بيرتفع ارمون الفازوبرسن وهو بيناعز وبساعد على النوم مثل الاكسيتوسن المعروف تقليديا باسم ارمون الترابط كما انه اثناء ممارسة العادة السرية بتقل مستويات الكورتزون بجسمنا وهذا الشي بيخفف من التوتر بيعتبر التوفامين اهم مادة كيمائية عصبية للاثارة والنشوة الجنسية وبسبب الشعور بالرغبة والتحفيز واندفاع الدوفامين بدماغ اثناء الاثارة والنشوة هو احد اسباب ليه منعتبر ان العادة السرية ممكن تكون مرتبطة بخطر الادماء شو هو الوقت المناسب لنتحدث مع المراهقين كاهل عن هيدا الموضوع؟ بيقولوا العلماء بس تبلش اجسادهم وارموناتهم تتغير هيدا هو الوقت المناسب كرمانا نلحقهم بالمعلومات الصحيحة قبل ما تقسروا الانترنت بالمعلومات الخاطئة اكيد عم تسألوا حالكم مشاهدينا اذا ممارسة العادة السرية امر خاطئ او امر صحيح رح تسمعوا كتير عن الاراء الطبية المعاصرة انو العادة السرية امر طبيعي وبطورنا وبعزيز الصحة ومن ناحية تاني رح تسمعوا كمان انو العادة السرية بعدها مرفوضة للعديد من المجتمعات والاديان اتانا الايام اللي كانوا يقولوا فيها الاهل لولادهم اذا مرستوا العادة السرية بتنصابوا بالعماء بس تعطوا شو ممكن العماء عن جد يترجم من خلال الادمان اللي بيحصل لهيدا العادة فبتصير هي المصدر الاساسة بحياتكن للمتعة الزيتية غير قصة الادمان كمانا العادة السرية بتنتهك الجنس الكتابة اللي بيتكلموا عنه الاديان السماوية واللي بيحكي عن اتحاد الرجل بالامرأة ومش سعادة زيتية فردية اخيرا مشاهدينا افضل طريقة لحماية الاطفال والمراهقين هي من خلال التربية الجنسية فكتير مهم كأهل نكون عم نفتح الموضوع مع ولادنا لنعزز الايام اللي منحب ننقله للاطفال وهيك بكون عم يقلكن بي حابي بي هالثي مع دكتور بي ترجمة نانسي قنقر